ومن ترابلس شمال لبنان ينضم إلينا وزير العدل السابق والنائب في البرلمان اللبناني اللواء أشرف ريفي مساء الخير سيادة اللواء وأهلا بكم إلى تسعة عشرة هل التطورات الجارية على الحدود في الجنوب اللبناني يمكن أن تعيد فعليا طرح القرار 1701 ويجعل إسرائيل تطبقه بعكس ما حدث منذ تبنيه عام 2006 مساء الخير إما الوارد للأمانة اليوم نعرف تماما أن الحدود اللبنانية الفلسطينية جنوبا حكما هي حدود إذا بدك فيها مناوشات تخلي الجبهة تقريبا حامية اليوم القرار الأممي 1701 لأكبر سنة العام 2006 كان يقتضي أو ينص على وجود منطقة عازلة ما بين النهر الليطاني وبين الخط الأزرق اللي يتواجد فيه إلا الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل فقط لا غير أنه لم تطبق هذه النقطة إسرائيل حكما إذا لم تحترم كامل قرارات الأمم المتحدة ومن جهتنا حزب الله بكل أسف الحقيقي ينتشر جنوبا مخترقا إذا بدك يخترق القرار 1701 بخلال وجود مسلحيه ورجالاته بجنوب النهر الليطاني إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية طيب التطورات الأخيرة تنذر كما تقول بعض التقارير بتوسع هذه المواجهات لتشمل المنطقة برمتها وهناك تحديدا تحذير يتعلق بالوضع في لبنان هل تعتبر هذه التقارير دقيقة أم أنه مبالغ فيها خلال حط دائما الحياة الأمانية أي إنسان مسؤول أمني أو عسكر يجب أن يحضر نفسه لأسوأ الخيارات أسوأ الخيارات يعني اشتعال الجبهة الجنوبية في لبنان اليوم نحن يجب أن نحتمي ونحترم القرارات الدولية وقعناها بكل إرادتنا سنة 2006 مع احترام مع تعهد بتطبيق كل بندوب ما فيها أن تكون المنطقة الجنوب النهر الليطاني منطقة عازلة ما فيها وجود إلا الجيش لبناني وقوات اليونفيل فقط لغير مشانيك أنا بتصورها اليوم خلينا نشوف أنه العدو الإسرائيلي بحالة إذا بدك هستيريا كاملة نتيجة التطورات الأخيرة اللي بلشت ب7 أكتوب 2023 اليوم الاحتمال خلينا نكون واقعيين قد يكون 50 بالمئة احتمال تندلع الاشتباكات في جنوب لبنان طيب الكل يجمع بأن إسرائيل تحاول جرى حزب الله إلى هذه الحرب والحزب يمتنع نوعا ما عن طريق فقط الرد صوريا أو رمزيا إذا صح التعبير هل تعتقد بأن الحزب فعلا يحاول تجنب خوض هذه المواجهة الحزب محرج للأمانية أولا هو كان ينادي بوحدة الساحات باعتبر أنه ما يحصل في فلسطين أو في غزة يجب أن يواجه يقابل بما يوازي التطورات في غزة لم يحترمها أو لم يتقايد فيها كذلك الأمر البندق الثاني الذي كسره والذي لم يحترمه وهو كواعد الاشتباك كواعد الاشتباك عبارة بكل وضوح حتى بسط للناس أنه هو العين بين العين والسن بالسن تضرب علي قضية تروح لي شهيد تروح لك أتيل بالمقابل هذه المعادلة لم تحترم من الجانب اللبناني لا يوجد كذلك الأمر العين بالعين والعين بالسن بالسن لا يوجد مطبق الكل اللي نعرف تماما عنا حوالي تقريبا ما يقارب المئة شهيد من جهة الجهة اللبنانية هناك كلام أو معلومات أنه العدو الإسرائيلي ما رح له أكثر من عشر قتلة بالمقابل هناك حرق لحوالي خمسة مليون متر مربع مناطق زراعية بالفوسفور الأبيض لم يقابل حزب الله بأي شيء مماثل على الراضي الفلسطيني المحتلة بتصور حتى هذا المبدأ لم يطبق احتمال أن يعتدي العدو الإسرائيلي اليوم حتى كل القيادات الإسرائيلية تنادي أنه لا يمكن أن نعيد المستوطنين إلا مستوطناتهم إلا من نأمن الجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية جبهة الشمالية يعني جبهة لبنان فلسطين بهالمعنى هذا حقيقة لذلك وارد تماما اليوم القادة الإسرائيليين بحالة غليان بحالة هستيريا كاملة نتيجة الصفحة التي تلقوها ب7 أكتوبر لذلك كل الاحتمالات بعدين هنو راحين على المحاسبة وعلى المحاكمة لذلك ممكن أن يعملوا أي شيء لإطالة أمد المواجهات العسكرية للهروب من المحاسبة وبنفس الوقت الحياة لا يعطوا لحالهم دور المنتصر في مكان ما لتكون المحاسبة أقل ويكون التمن أقل طيب على مستوى آخر على المستوى الداخلي في لبنان كيف يمكن لهذه الأزمة أن تنعكس يعني رأينا بأنه المبعوث الفرنسي جانيف لوتغيان أتى إلى لبنان أصبح الحديث عن شغور الموقع الرئاسي ثانويا مقارنة مع قيادة الجيش يعني هناك مساعي للتمديد لقائد الجيش بسبب الوضع الأمني في البلاد كيف تعتقد بأن كل هذه التطورات على الحدود تؤثر على الداخل اللبناني طبيعي تؤثر اليوم أغلب الكوى اللبنانية تناشد كل السلطات سواء كانت السلطة التنفيذية أو السلطة التشرعية بتأخير تسريح قائد الجيش ليكون الوضع مستقر ضمن مؤسسة آخر مؤسسة التي هي باقي على إجراءها في لبنان والذي هو فعلا يؤمن الاستقرار والأمن ضمن حدود مقبولة نسبيا اليوم تغيير القيادة وخاصة إذا كانت قيادة ناجحة للقيادة الحالية بيكون خطأ استراتيجي هناك من يشوش على هذا القرار أنه لبناني هو أقلي لأماني أغلب الوبدانين يطالبون بتمديد ولاية قائد الجيش الحالي للحفاظ على الأقل حد الأدنى من الأمن حد الأدنى من الانضباط والاستقرار بالمقابل هناك وعود من الحكومة أن التعمل هي جهدة لتكرر هذا الموضوع وكذلك الأمر أنه احتياط حتى وعد من رئيس بري كسلطة تشرعية أن يعلن عن جلسة أبل 15 شهر الجاري لإكرار حكما تمديد الولاية سواء كان بجلسة بعدة بنود أو ببند وحيد اليوم هو كان يطالب أنه بعدة بنود برأي حتى قوة المعارضة معاً دمانع أنه تكسر كل موقفه المبدئي احتراماً لمصالح لبنان واستقرار لبنان والمصالح الدولة العليا ماذا عن الموقع الرئاسي هل يزال هناك محاولات لسد هذا الشغور أم ليس من الأولويات حالياً في منادات بس ليس من الأولويات بكل أسف خلينا نكون واقعيين حتى من نبيع ناس كلام هوائي اليوم الموضوع الرئاسي صار إما عرف أو بالتلاجة إن شاء الله يكون عرف مش بالتلاجة لأن التلاجة يكون وقت أطول الحياة صارت الأمور مرتبطة بالوضع الأقليبي وكل الحياة حسب نتائج المواجهة التي تجري في فلسطين المحتلة بتشوفي أن الأمور كيف هي بأي أتجاه زاهبة شكرا جزيلا لك وزير العدل السابق والنائب في البرلمان اللبناني اللواء أشرف ريفي كنت معنا مباشرة من طرابلس شمال لبنان شكرا لك